طيب ده بالنسبة لكأس العالم الأندية وتضرب المواعيد كأس الأم الأفريقية الموقف في الرسمي لها إيه؟ الاتحاد الدولي زي ما قلت لكم بيحاول يعمل ارتباك في المشهد والبطولة ما يكونش فيها زخم حضور النجوم الأفرقى في هذه البطولة سواء من الأندية الكبيرة في أفريقيا أو حتى اللاعب الأفرقى المحترفين الكبار في أوروبا لكن في نفس الوقت الاتحاد الكاميروني جاهز للرد على أي وسيلة إعلامية تطلع تقول أن البطولة هتتأجل بيطلع على طول ببيان رسمي يقول لك لأ أنا جاهز وهستضيف والنهاردة كان فيه بيان مهم جدا لوزير الرياضة الكاميرون قدامك وعلى الشاشة ده بيان لوزير الرياضة الكاميروني وفي نفس الوقت رئيس اللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم أعلن أن بصفته مدير كمان المشروع لموقع المجمع الأوليمبي الرياضي ده الاستاذ اللي هيستضيف مباراة الافتتاح ما بين الكاميرون وبوركينا فاسو أعلن أن الملعب هيكون جاهز النهاردة بتاريخة السلساء 30 نوفمبر وكان الساعة 11 الصبح النهاردة كان فيه استقبال رسمي فيه الملعب لتجربة بعض الملحقات فيه ملعب المباراة وهيكون فيه حفل رسمي يوم الجمعة القادم 3 ديسمبر الساعة 11 صباحا عشان كل وسائل الإعلام تشوف بتاريخ 3 ديسمبر الساعة 11 الصبح مدى جهزية استاذ الأوليمبي الاستاذ اللي هيكون عليه المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو إذن زي ما قلت لكم من شوية هو الاتحاد الدولي إيه اللي بيحصل الاتحاد الافريقي موقفه إيه لكن الكاميرون جاهزة دايما ببيانات رسمية لأنها حريصة على أنها تصديف البطولة لأنها مش معقولة بعد خمس سنوات وهي بتجاهز للبطولة تيجي لآخر لحظة والناس تحول تقول إن الكاميرون مش جاهز الكاميرون بتثبت إنها جاهزة والاتحاد الدولي بيحاول يعمل ارتباك في المشهد حشان يثبت إن الكاميرون مش جاهزة والاتحاد الافريقي بينتظر حتى اللحظات الأخيرة يشوف القرار النهائي إيه وزي ما قلتلكم الملفات كلها بتدور بنسبة 90% منين وإزاي لكن للأسف طبعا هيكون يعني داخل في الجزئية دي النادي الأهلي وأول مثال للأسف هيتطبع ليه الجزء ده وهما ساعتها يشوفوا بقى الموقف هيحصل إيه ما بين الأهلي ومنتخبنا الوطني اللوايح في صف المنتخب وفي صف الأهلي دي بطولة دولية ودي بطولة دولية لكن بالطبع منتخبنا الوطني بالنسبانا ده مهم جدا وهنشوف الساعات الجاية هتصفر عن إيه بعد ما الأهلي أعلن بالأمس إرسال خطابات رسمية لاتحاد الكورة للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي وأنا بقول للأسف الاتحاد المصري للكورة القدم أنا مش شايف فيه أي تصريح أو كلمة أو بيان وكأن الموضوع لا يخصه ولا يخص نادي مصري بيشارك في بطولة زي دي وهو عارف من شهر وشهرين أن كأس العالم الأندية هيتلاعب في الفترة دي لكن محدش اهتم ومحدش فكر وكأن الناس فكرا أن منتخبنا الوطن هيخرج مبكرا ومش هيشارك بشكل قوي في كأس الأمم الإفريقية